كل شيء مرهون بالاتفاق السياسي حتى طعام الفقراء هذه رسالة الكتل الحزبية لآلاف الأسر الفقيرة التي تقدمت بطلبات مساعدات كما ذكرت وكالة رويترز التي كشفت عن انكاس الصراع بين الصدر والإطار التنسيقي على الواقع الاقتصادي تقول وكالة رويترز إن المساعدات الحكومية التي هي بالأصل لا تفي بالغرض توقفت بسبب الجمود السياسي فحينما تسأل الأسر الفقيرة عن طلبات المساعدة التي قدمتها يأتي الرد الحكومي لم يتم إقرار الميزانية بعد وبينما يحتدم صراع القوى السياسية على تقاسم المغانم تزداد الظروف الاقتصادية سوءا وترتفع معدلات البطالة والصخب الشعبي تجاوز مرحلة الغليان حديث وكالة رويترز عن انعكاس الجمود السياسية على الواقع الاقتصادي لا يعني أن انتشال العراق من أزمات الاقتصادية متعلق باتفاق الكتل السياسية إذ أن وجودها في العملية السياسية بحد ذاتها كارثة اقتصادية بسبب فساد مسؤوليها وفشلهم في إدارة البلاد منذ عشرين عاما وترى وكالة رويترز عموما أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات لحصول توافق قريب بين الكتل المتناحرة وعلى العكس تماما احتماليات حصول انفجار مسلح مصدره ميليشياتها تزداد بالفعل إلا إذا حصل تنازل من طرف عن مبادئه المزعومة لحساب طرف آخر حصول هذا التنازل لا يستبعده مراقبون وخصوصا من طرف مقتدى الصدر الذي طالما أعلن اعتزاله للسياسة وعاد مرة أخرى ووضع شروطا سياسية ثم نقضها ولا يغيب عن الأذهان ما صرح به في لقاء سابق مبررا تحالفه مع الحشد أثناء اختيار حكومة عادل عبد المهدي حينها برر الصدر لهذا التحالف بأنه وصلته رسائل تهديد بحرق العراق في حال تم اختيار رئيس حكومة خارج نطاق تحالف الحشد مع سائرون حفاظا على سلامة البلاد بحسب قوله فما أسهل من أن تعود الكرة وينسف الصدر مواقفه متذرعا بتبريرات جديدة